اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله هذا نبأ من السماء قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كذلك في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فالأمر كما بدأنا في اللقاءات السابقة أمر عظيم وما جلسنا هذا المجلس إلا ليقرب الناس هذا الكتاب ويتقرب الناس من هذا الكتاب وكنا نعلم تشخيصا أن سببا حالا في الناس هو الذي برر لهم ودفعهم أن يهجروا هذا الكتاب وكان أن الناس الذين يقرؤون هذا الكتاب وأن الذين يعلمون هذا الكتاب كان في ثمة خلل في تقديم الكتاب لما أنت تسمع كثير من الناس يتكلم عن الدين والدولة عن الدين والدنيا هذا التفريق ليس صحيحا إطلاقا إحنا ما كنا نسمع إطلاقا عن دين ودولة قط كما أشرنا في اللقاء السابق من سورة الطلاق سورة الطلاق الطلاق عين أحكام الأسرية في سورة الطلاق نفسها كما قلنا إخواننا الصفحة الأولى عن الطلاق والصفحة الثانية عن الرضاعة ثم تختم كيف أهلك الله الأمم التي عصت وأبت على ربها ثم كيف قال الله أنه هو رب السماوات والأرض فما في عند الله فرق بين الطلاق والوضوء وإقامة الدين كله في الأرض وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله لا يفرق لا إله إلاه بين دين ودنيا وبين دين ودولة هذا كله أمر واحد لله الفرق الذي دفع الناس أن يدعوا الكتاب ويهجروا الكتاب أن الله كان يعلم أنهم عباد متاجرون أن العبد بفطرته تاجر كما قلنا من أول صورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم يتكلم عن الشراء وعن الربح وعن التجارة لا بد أن يدخل القرآن للناس كان تجارة وسبب حياة اليوم بإذن الله سنكشف عن ما يعيننا على التقرب والانتفاع بهذا الكتاب قلنا اليوم الذي يأخذ الرجل فيه القرآن إلى باب رزقه ويأخذه إلى محل داره ويأخذه مشيا معه في الطريق ذلك اليوم الصالح الذي سينتفع فيه الناس بهذا الكتاب في اليوم الذي يفصلون فيه ساعة لك كما يقولون ساعة لربك هذا القول الذي يفسد في الناس ولا يصلح نقول من الآن يا أخي لو أنت نظرت في الكتاب ستجد أن الكتاب على كلمة سر واحدة وعلى محور أساس واحد ذلك الذي نقرأه عن الماء الله لا إله إلا هو أول ما عرف نفسه للناس كان يعرفهم أنه هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم كالتي نقرأها في سورة قريش من قوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الآن كل داعية عليه أن يعرف الله إلى الناس أنه هو الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف لأننا لا ندعو ولا ندعو كتاب الله إلا جريا وراء الطعام وجريا وراء الأمن فندعو الدين خوفا وندعو الدين جوعا فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لسنا نسمع العامة الذين يقولون إن الجوع كافر فقرأ قال الله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف انتبه إلى الرحلة التي كانوا هي ما كانت إلا رحلة تجارة أصلا رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت هو يتكلم عن بيت ربنا أول ما عرفنا بنفسه ما عرفنا بالعرش هو يتكلم عن البيت هو رب البيت الركن الذي نحج فيه إلى الله نحج إلى البيت لا نحج إلى العرش ولا نحج إلى الخندق نحج إلى بيت الرب أطعمنا من جوع وآمننا من خوف الآن أخي ستعلم أن أول وصلة الله للناس الذي وصلهم بها بنفسه لا إله إلا هو أنه هو الذي خلق ورزق وأطعم ذلك الذي نسمعه على لسان أبينا إبراهيم أبو الملة أبو محمد عليه الصلاة والسلام الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملته قال إبراهيم يا أخي أنت كداعية أنا أنصحك ألا تعرف الناس بغير تعرفة إبراهيم لله أنا أو أنت أحسن تعرفة في الله من إبراهيم ألا ترى محمد يعرفه عليه الصلاة والسلام الناس كما عرفهم أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا تعرف إبراهيم والبيت وما أضراك قال إبراهيم في الشعراء قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين فانتبه كيف بدأ إبراهيم بعد إن عرف أنه خلقه قال يطعمني ويسقيني الآن الأمم كلها يا أخي الصراعات الدولية كلها على الطعام والأمان على الطعام والأمان هذا الكتاب وجب أن يقدم أنه أساس سبب الطعام والأمان في الأرض هكذا قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا لفتحنا في القراءتين عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فالله يعطي الماء والطعام والحياة سبب الإيمان كذلك قال في سورة المائدة دعنا نتداخل هكذا قلنا أن القرآن يبدأ ببقرة ثم بعدها بأنعام ثم بعدها بمائدة ثلاث سور من السور الطوال السبع في أول القرآن واحدة بقرة والثانية أنعام والثالثة مائدة فما لم نلتفت وننتبه أن من أطول سور القرآن في أم الكتاب الأول بقرة وأنعام ومائدة كيف نخوض الحياة وكيف نخوض الدعوة إلى الناس ألا يسمع المسلمون أن أحد الأديان الكبرى الأديان المكذوبة في الأرض يعبدون البقرة والله الذي لا إله غيره حدثني رجل مسلم كان في أمريكا وكان له زميل هندوسي يعبد البقر فاستخف به أخونا المسلم فقال لذلك الهندوسي وهو أهل للخفة والنكران قال له المسلم كيف تعبدون البقر وهو يعني ينكرها عليه فقال له ذلك الهندوسي قال وما تعبد أنت؟ قال أنا مسلم قال معك كتابك اللي هو القرآن قال نعم قال أتنا به فأتى قال افتح ففتح قال ما هذه التي في أول الكتاب فقال الرجل فلم أحسن له جوابا لماذا؟ هاي هذا الدين على البقر الآن رؤساء الدول العظمى اللي هم مزارع يا أخي سواء اللي يجاوروننا أو الذين لا يجاوروننا الدول العظمى الرئيس له بالعادة مزرعة ومرعة حتى يكون ملكا ورئيسا وسيدا بكل مرعة فنحن نقول حتى يعلم الكتاب سبح اسم ربك الأعلى الذي أخرج المرعة فالله لا إله إلا هو أول ما عرفنا بنفسه بدأ من عند الطعام في سورة الأنعام قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين إذا استطعنا أن نقدم القرآن للناس كما تقدم السكوك اللي هم بسموها الشك وتقدم النقود والدراهم هكذا تستطيع أن تجمع الناس إلى هذا الكتاب ويستمسكون بالكتاب أما إذا جعل الكتاب كتابا المغفرة تفيء إليه عند العصيان لن تفلح ولن تتقدم أقبل على الكتاب كما تقبل على التجارة والدنيا لا إذا رأوا تجارة أو لهوى ننفض إليها وتركوك قائما من الآن أخي اعلم أن كلمة السر في القرآن كله الطعام والأمان وأن كلمة السر في الطعام الماء حديث النبي الصحيح حديث عمر بن عبسة أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإسلام اسمع قال طيب الكلام وإطعام الطعام فعندما نتكلم عن الكلمة وعن الحياة واضح أن النبي هو الذي أوحى بها وعلم بها قال طيب الكلام وإطعام الطعام هذا هو الإسلام ثم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الإسلام خير أو أفضل اسمع قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تطعم الطعام وتقرأ السلام هو الأمن والطعام يا أخي هذا الأمن والطعام يا أخي هذا الآن التي تدور البشرية عليه الجيوش تمشي على بطونها لا أمن بغير طعام الله لا إله إلا هو يمسك زمام الأرض والسماء بالرزق هو الذي خلق ورزق قال في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر لا بد أن يظهر الفساد ما لا تعرف البشرية أن الرب الذي يطعم أولى بالعبادة هكذا الآن تنصرف حركة البشرية كلها موجا تباعا وراء من يملك الرغيف وراء من يملك الطعام وراء من يملك الأمن تدول له ذلك الذي يسمونه ولي النعمة فإذا علمت أن القرآن أول ما تكلم أصلا تكلم أن ربنا الذي أطعم وأن ربنا الذي رزق حتى إذا جاء محمد بعده عليه الصلاة والسلام بدأ يصرح أن الإسلام إطعام الطعام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والدين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين كيف ختم قال أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين أليس الله بأحكم الحاكمين الطعام ألا نعلم أول ما دخل النبي المدينة الدولة الصالحة العظيمة التي لن تتكرر إلى آخر الزمان أول ما دخلها من أقام له المقام والبيت في الأرض من أقام ما بقي مسلم إلا وهو يعرف أنه عندما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة دخل على الناقة وما أدراك حتى قال دعوها فإنها مأمورة ولو كان في السند شيء من مقال في كلامه ولكن هو ضعف منجبر بإذن الله ولكن دخل عليه الصلاة والسلام أقام محل البيت والبيته ومسجده الناقة قال دعوها فإنها مأمورة فتقوم مقام المدينة وتقوم دعائم المدينة على الناقة وعلى البقرة وما من نبي إلا رعى الغنم المؤمنون المسلمون إذا لا يعرفون إدارة الطعام في هذا الكتاب لن يتقدموا إلى أحد بعد أن فارقوا أنفسهم في صورة المائدة التي في الصور الأولى هي الصورة الخامسة في أم الكتاب قال الله عن الأولين الذين جعلهم مثلا لنا قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل انتبه هاي الكتاب يا أخي إحنا من كل لو استمسكنا بالكتاب بانصلح حالنا فقال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ما قال الله لغفرنا لهم ولا لهدينهم قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فواضح أن الكلمة الطعام أن الكلمة الحياة لا يقيم الله حياة لعبد كفر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في سورة عبس قال الله قتل الإنسان ما أكفره هذا أكثر استبعاد من الله كيف يكفر الكافر فقال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه فقال قتل الإنسان ما أكفره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبه ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا يا أخي الدول العظمى بدون تسمية لأنها ستهلك وتنتهي ولا تعود مثلا الدول العظمى كلها ليست إلا إدارة طعام واختصاد وجيش ولا يقوم جيش إلا على بطن وطعام الآن اعلم أن كلمة السر والآية العظمى التي كشفها الله للناس أنه ربهم الذي لا يكفر به الطعام أول ما كان أبونا في السماء آدم عليه الصلاة والسلام قال الله في أول البقرة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا أسكن يعني الأمن أقول الأمن والطعام ولا تقربا هذه الشجرة ثم قال في طاها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فكل الأمر كان من عند الطعام كما قال في سورة الأنعام لا إله إلا هو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم يطعم في سورة المائدة نفسها نفى الله عن عيسى بن مريم وعن أمه أن يكون إلهين قال ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون مجرد أن تأكل وتطعم فلست برب أن تعب الدول العظمى اليوم تملك العالمين بأرغفتها وطعامها وأمانها فاعلموا هذا أيها المؤمنون قبل أن تعلموه للناس إذا لم تأتي بكتابك إلى محل الرزق والمبيع لا ينفعك ولن تتقدم فيه كيف نقرأ القصص كيف نقرأ النمل كيف نقرأ سورة النحل لم يبق من الإسلام إلا بضعة حدود لا تطبق إنما الأمر العظيم الذي قاتل الله عليه وقاتل محمد عليه الصلاة والسلام عليه وقتل عليه النبيون كان أمرا غير مجرد الحد كم حدا غفر الله عليه كم حدا ارتكبه عبد سطر الله عليه الأمر أشد وأعظم من هذا كل الأمر كان على الطعام بشاهد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإسلام؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام هذا أول الأمر أول ما عرف إبراهيم ربه فعرفنا بربه قال الذي يطعمني ويسقين أول ما سكن أبونا آدم تخل فأكل فطعم هذا أول الأصل فالآن إذا جمعت حياة الناس طعاما ورغيفا وماءا مع الكتاب الذي أوحى بهذا فكيف يؤفكون وكيف ينفكون هكذا تستطيع أن تكلم البشرية الديباجة الصالحة الجميلة التي ما برحنا نسمعها أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان أخشى أن من قالها كان يقصد بها الحدود أنه مهما سرقت سنقطع يدك في أي زمن إن كنت ومهما عصيت سنحاسبك ونعزرك ونقيم عليك الحدود بأي زمن وهذا ثابت هيك بظنه أنه بالتالي القرآن صالح لكل زمان ومكان لا يا أخي ما دام في الزمان ماء يقطر من السماء ما دام هذا الكتاب وليا على الأرض كلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما تقوم الساعة أول من يراها رجل يلوط حوض إبله الإبل والماء والسقية آخر من يراها راعيان من مزينة اسمع يا أخي ما من نبي إلا راعى الغنم الدين كله في المرعى والماء والطعام سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي ثم قال أخرج المرعى ثم قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هكذا فآخر من يرى الساعة راعيان من مزينة مزينة تصغير مازنة اللي هي السحابة التي تمطر الماء أنتم أنزلتموه من المزني أن نحن المنزلون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون الدين كله كان في من يملك الطعام والأمان فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا تداركنا هذا العلم وأبصرنا هذا العلم أن الطعام والماء هم الذين كلمنا الله بهما على أنه هو الرب المستحق بهذا وأنه الإله الآمر الناهي لا يعبد إله غيره بما خلق ورزق الآن نحن مؤهلون أن نفطن للحياة وأن نبدأ أن ندعو أنفسنا وندعو غيرنا ثم ندخل ذلك الكتاب الذي كانت البقرة في أمه وأوله قائمة عظيمة مستنيرة كما سماها عليه الصلاة والسلام زهراء منيرة هذا أول العلم هذا أول ارتباطنا مع هذا الكتاب حتى لا يعود دينا ودولة كما يقال أو يعود دينا وحياة أنت لا تستطيع أن تنفك ما في شيء اسمه إطلاقا دينا ودولة أنت تحيا بكلام الله كما تحيا بالماء الذي أنزله الله من السماء يا أخي انظر الانفكاك الآن الذين يدعون إلى الله بإحسان لا بد هناك ثغرة هناك حلقة ضائعة فارغة لا نستطيع أن نتواصل الغرب في أعلى أفق الاقتصاد والعطاء والتمدن والحرب ونحن في آخرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال أن العراق يوسك أن يحاصر ثم بعده الشام في حصار العراق لا يجب إليه مج ولا قفيز والمج والقفيز اللي هم المكاييل ثم يحاصر الشام ولا يجب إليه دينار ولا درهم فالآن البشرية كلها تسترع على الأقوات وعلى الطعام وعلى الأمان القرآن أمسك بهذا الزمام كله فإذا إحنا أمسكنا في نستطيع أن نتقرب فنعرف أن هذا القرآن كان حياة وما كان حجابا مقدسا وكان تلاوة وترنيما تحسن فيه الأصوات بل كان كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا به واستمسكوا به فيه الهدى والنور اللقاءات بإذن الله التي ستأتي نريد أن نكشف فيها أمورا بإذن الله تنفعنا وتنفع الناس كافة ممن أحب أن ينتفع ويؤمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما من خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض خلقا أعظم ولا أكبر ولا فتنة أشد من فتنة الدجال من الآن بقول عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا حذر قومه الدجال هذه القاعدة المطردة بين الأنبياء أن يحذروا قومهم الدجال وأن يعلموهم أن لا إله إلا الله هذا يعني أنه لا تكتمل الصورة بلا إله إلا الله حتى تعرف فتنة الدجال فالذين لا يعرفون فتنة الدجال لا تتم لهم الحكمة ولا تكتمل عندهم الصورة أن لا إله إلا الله فتنة الدجال وما أدراك النبي كان يحذر منها ويحذرها ويذكر فيها الناس ولابد أن نراجع عليها وما هي فتنة الدجال للأسف أن الآن ندرس ونسمع إلا فتنة الدجال وما من الأنبياء نبي إلا حذر قومه الدجال ونحن آمنون مطمئنون لن تكتمل صورة الدين ولن تتم حكمة التنزيل حتى تجتمع صورة فتنة الدجال مع علم أن لا إله إلا الله ذلك الدين القيم هكذا تجتمع الصورة كله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من غير روايات مكذوبة أو مصطنعة أو غيرها لا بد كنا أن نعرف هذه المعاني كلها كانت باتجاه أن يصبح القرآن حياة ليس تلاوة مجردة مقدسة بعيدة من أول الأدلة التي بدأنا ندفع فيها كما ذكرناك أخي كيف وضع الله البقرة في أم الكتاب وقد يقول قائل من الذين يدرسون أن ترتيب القرآن توفيقي وهذا قول مردود ضعيف أصلا لا حاجة أن نخوض فيه ويكفي أن نعرف أن أدنى العلماء منزلة يأبى أن يكون كتابه في التصنيف توفيقيا إلا أن يرتبه توقيفا حتى يفيد فيما أراد أترى الله ترك القرآن لنا نوافق أو لا نوافق نجمع أو لا نجمع فالله الحكيم هو الذي بدأ بالبقرة وبدأ بالناقة للعالمين إذا استطعنا أن نقرأ الحكمة التي تكلم فيها الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في سورة النحل قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان البشرية لا تطمع لشيء أكثر من هذه الآية يأتيها رزق آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أعلى أمان البشرية أن تصل إلى حد هذه الآية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فقال الله فكفر بأنعم الله فقال الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون المؤمن أولى الناس أن يتعلم علم الأمان والطعام علم الطعام حديث النبي هو الذي صرح فيه عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك ترى المؤمنين منفكين يشتغلون ويرتزكون ويتاجرون أكثر مما يجمعون الكتاب الذي هو من عند الله الذي أصطن هو الذي أطعم ورزق وأمن وبعدما خلق أنت تملك وتستطيع ولك بصرك وفؤادك ارجع إلى الكتاب من الآن استحضر هذا السؤال الذي سنبدأ عليه بإذن الله بعدما قل له إن كلمة دعنا نسميها كلمة السر إنجاز في الطعام والماء وعرش الله على الماء ومن الماء خلق كل شيء وجعل منه كل شيء حيا الحروب المقبلة أخي على الماء لن تكون لا على نفط ولا على اتصالات ولا على زخرف من يملك الماء يملك هذا كله إذا علمت هذا وعلمت أن القرآن أصلا كان كلمة ماء حياة تقوم في الناس كما يقوم الماء صرت مؤهلا أن تدخل هذا الكتاب فتبرأ فيه فتنفع فيه فتهتدي فتنصلح اللهم اغفر لنا وللمؤمنين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله استمعنا وإياكم إخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السناء من سلسلة برامج الهدى قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين شكرا للمشاهدة